بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في قناة تفسير احلام والرقية الشرعية. آآ النهاردة هنتكلم على آآ رامز جديد. النهاردة هنتكلم عن المروحة. هنعرف معنى المروحة آآ بشكل عام. هنعرف امتى بتكون رؤيتها محمودة وامتى بتكون رؤيتها غير محمودة. آآ هي في الغالب رؤية المروحة من الرموز اللي بتكون آآ رؤيتها محمودة. اولا المروحة آآ في المنام من الرموز اللي بتضل على روحة يمكن بعد آآ تعب آآ كمان آآ من الرموز اللي بتضل على تفريخ آآ آآ قرب او آآ زوال هم للرأي. اما يشوف الرأي ان هو بيشغل المروحة آآ في المنام فده بداية آآ عمل جديد او مشروع آآ جديد هينال منه خير وهينال منه آآ آآ منفعة آآ كمان ما يشوف الرأي ان هو جالس تحت المروحة في السيف كده فمن الرموز اللي بتكون آآ مستحبة غير لما يشوف ان هو آآ آآ قاعد تحتها في الشدة آآ كمان المروحة من الرموز اللي بتضل على تغيير في حال الرأي الافضل والاحسن كمان آآ بتضل على فرج يمكن بعد شدة على غينة يمكن بعد فكرة او بعد احتياج. المروحة اليدوية اللي هي مصنوعة من الورق آآ دي بتضل على قضاء حاجة وعلى آآ آآ تحقيق رغبة او امنية للرأي. المروحة المعدنية آآ من الرموز اللي بتضل على آآ راحة وعلى آآ يمكن راحة بعد تعب للرأي. كمان المروحة من الرموز اللي آآ احيانا بتكون آآ او بتضل على الزوج او بتضل على الولاد. المروح اليدوية المصنوعة من القماش وبالاخص المصنوعة من الحرير آآ من الرموز اللي بتضل على حصول الرأي على منصب او على مكانة آآ كمان لما يشوف الرأي المروحة المصنوعة من الريش. المروحة المصنوعة من الريش آآ ده آآ بيدل على حمل امانة آآ وبالاخصة هو تكون امانة آآ مال يعني هتكون آآ فلوس. آآ كمان المروحة الخشبية آآ في المنام ما مشوفوا الرأي ان هو بيحمل اللي هي المروحة اليدوية مصنوعة من الخشب. فمعنى كده ان هو بيتبع اهل بدعة او اهل النفاق او اهل فتنة. آآ كمان المروحة آآ من الرموز اللي بتدل على استكرار وسعادة في حياة الرأي آآ بشكل عام. المروحة القديمة بتدل على صديق وفي صديق مخلص للرأي. تعطيل المروحة او كسرها آآ من الرموز اللي بتكون غير جمستحبة. آآ فممكن تدل على تعطيل في حياة الرأي او تأخير في حياة الرأي بشكل عام. كمان ممكن آآ تدل على خسارة. ممكن خسارة عمل او خسارة مصدر آآ رزق. آآ المروحة الجديدة لما يشوف الرأين هو آآ اشترى مروحة آآ جديدة فدي انباء سعيدة واخبار سارة هو هيسمحها. برضو المروحة الجديدة من الرموز اللي بتدل على تحقيق امنية. آآ لما يشوف المروحة اليدوية آآ ده جزب مال آآ آآ يعني وبالاخص كمان لو كان هو بيسعى للصفر فبشارة لي آآ بصفر والصفر ده هيعود عليه آآ بمنفعة. آآ او بجزب آآ مادي. آآ كمان المروحة الكهربائية آآ من الرموز برضو اللي بتدل على نجاح الرأي في عمله. المروحة الجديدة للمريض آآ برضو بتدل على شفاقه. آآ برضو المروحة الجديدة بتدل على قوة وعلى مساندة آآ كبيرة او دعم كبير هيحصل عليه الرأي. المروحة الخشبية الجديدة ده بيدل على شخص ولكن الشخص ده منافق. او شخص آآ فازد. آآ كمان آآ المروحة المعطلة برضو بتدل على آآ خيبة آآ آآ للرأي. ده يعل المروحة اما يشوف الرأي ان هي ضاعد او ان هي سريقت. فده فشل آآ في حياة الرأي. ممكن يكون فشل في مشروعه وبيفكر فيه. او لو هو تاجر فممكن تكون فشل في دجارته. شراء المروحة الجديدة في المنام من الرموز اللي بتدل على الزواج. سواء كان آآ اللي شاف الرأي دي رجل او امرأة. كمان شراء المروحة الجديدة تغيير في حياة الرأي هتكون للافضل وللاحسن. آآ كمان حصوله على مال. آآ او حصوله على ولد. او حصوله على عمل. على حسب ما هو آآ بيسع. كمان شراء المروحة بقى المستعملة. لما يشوف انه هو اشترى مروحة آآ مستعملة شغالة بس مستعملة. آآ فده آآ شارة بعودة آآ مرة تانية. اما العودة لعمل قديم آآ كان مسلا سابه. او عودة علاقة قديمة كان آآ حصل فيها آآ يعني انفصول. كمان المروحة المستعملة آآ آآ او القديمة آآ برضو بتدل على آآ دعم ومسانده هو هيقبلها الرأي من صديق قديم او من صديق آآ كان عرف عرفه من زمان. المروحة الكهربائية بتدل على السرعة في جذب المال او جذب الرزق هيحصل عليه بسرعة هيحصل عليه بدون تعب او آآ بدون آآ مشقة. آآ كمان المروحة اللي في السقف دي بتدل على منفعة هيحصل عليها الرأي من رجل ليه شأن او لي آآ منصب او لي آآ سلطة. اما المروحة اللي هي موجودة على الجدران او اللي محدودة على الحيط. آآ فدي حماية وسند آآ هيلاقيه او هيقبله الرأي. سماع صوت المروحة آآ سماع صوتها عادي يعني صوتها مش مزعج. فده زيادة في المال وزيادة في القوة. آآ وكمان على راحة. اما سمعها بزود آآ مزعج او بزود يعني آآ في ازعاج للرأي او غير مستحاب. آآ فده بتدل على مشاكل آآ وفي الغالب بتكون المشاكل دي متعلقة لاما بالمال آآ بالرزق يعني او بالعمل. آآ كمان آآ ممكن آآ تعطيل المروحة برضو بتدل على مصاعب واعقبات هو هيقبلها في تحقيقه او في وصوله لهدف او لامنية او لطموح. تصليح المروحة مرة تانية فده زوال للهموم والمشاكل اللي هو كان بيعاني منها. اما انفجار المروحة فبرده من الرموز اللي بتكون يعني غير مستحبة اللي ممكن تدل على آآ كسب الرأي اموال ولكن الاموال دي اموال آآ فيها شبهة حرام. آآ برضو قصر المروحة حينما بيدل على اصراف في المال. المروحة اللي هي آآ عمودية او المروحة اللي هي بتبقى طويلة آآ آآ لما نشوف المروحة العمودية او المروحة الطويلة دي من الرموز اللي بدول على علاوه شأنه مقام للرأي. آآ برضو آآ آآ لما يشوف ان هو بيأثر المروحة دي يعني هي مروحة طويلة وشوفة ان هو بيأثرها آآ فده تقصير آآ في حياة رأي ممكن تكون اعمال سيئة هو بيرتكبها او سلوك سيئ. هو آآ بيرتكبه. التعطيل المروحة العمودية بتضل على تعرض الرأي لظلم او آآ لقهر. اما لما يشوف ان هو بيصلاحة فده آآ زوايا الخلافات وآآ مصلحة. آآ لو كان في خصومة بينه وبين شخص فمن الرموز اللي بتضل على مصلحة آآ ما بينهم. آآ ده كده باختصار رؤية المروحة. عارفنا امتى بتكون محمودة وامتى بتكون غير محمودة. آآ بتمنى ان يكون الفيديو عجبكم. لو فيه اي استفسار او تعالي اكتبوا لي تحت. وانا ان شاء الله هرد عليكم. آآ بشكركوا جدا وشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.